ليش هو من عدم؟ رح نحشيها ولكن بعد استراحة قصيرة لو سمحت جنابك دكتور مجموعة اللي قلت حددهم مش قد 13 واحد؟ لا ذولاك جماعة سطم خمسة أو ستة كلهم نعدموا لا مو كلهم قسم ما نعدموا قسم نعدموا معنى صار تحقيق موسع الباطن نعدموا والمدنيين ما نعدموا بس السيد عبد المطلق الجبوري منعدم؟ منعدم خمس سنوات والقرار عجب التحقيق شنو القرار يقول قررت المحكمة الحكم على السيد عبد المطلق خمس سنوات وفق المادة 262 لعدم الإخبار لأنه كان حاضر وما بلغ وما بلغ أنا سألت عبد قلت له تعتقد هذا السبب كافي؟ قال أنا أعتقد عندي موقف مع صدام حسين بال63 في 13-20 قال كنت آمر حماية الإذاعة وصدام حسين مسؤول المكتب الفلاحي الذي مقر المكتب الفلاحي مقابل باب الإذاعة بالضبط وأعضاء المكتب الفلاحي كان الشيخ على الدحام الله يرحمه شيخ العباد وعضو مكتب فلاحي آخر ياسين السعيدي لا زال حي يرزق فيقول ب13-20 من صارت الفوضى والحرس القومي بدأ يسيطر هجموا مجموعة على المكتب الفلاحي من الحرس القومي الحرس القومي ورادوا يعتقلون أعضاء على المكتب الفلاحي كلهم فجوا يعني عدهم شايلين بيدهم سلاح يدافعون عن نفسهم والتجأوا للإذاعة يعني صدام حسين وجماعته صدام وياسين والمرحوم على الدحام دخلوا للإذاعة دخلوا للإذاعة فقالوا استقبلتهم وبلغت العريف لفتة يمكن اسمه عدد رشاش اسمه بالتعبير المصطلح العسكري قلت له أصعد فوق قال لي عبر الرصيف أرمي أرمي يقول فعلا هو صعد لأن ذلك جمعة الحرس القومي يجايين يطاردون يدخلون وراهم فقال هو من صعد فوق وضرب فوقهم صلي راحوا تفرقوا ورجعوا وذولا خذتهم بغرفتي وشربنا شاي وقهوة بعدين وصلتهم سيارة العسكرية وين يردون فيقول أعتقداني هذا الموقف الإنساني كان في ذاكرة صدام حسين فراد يسدد بعض المواقف ولهذا السبب ما أعدم حكم خمس سنوات قضى منهم ثلاث سنوات ونص وجل عفو وطلع زين هو نفسه سيد عبد مطلق يعني لما صار الاحتلال هو كان خلينا نقول يعني بالسجن لا طالع من السجن شمال العفو العفو الأخير يعني اللي قبل الاحتلال بفترة وجيزة شلون تبوأ منصب نائب رئيس وزراء بعد 2003 يعني في 2005 قلت يمكن في 2005 هو صارت عليه عدة ضغوط من قبل الحزب الإسلامي حاولوا يقنعونه وكان يرفض كان يرفض الاشتراك بالعملة السياسية لأن ابنه استشهد بالألفين وخمسة مقاوم قاوم الأمريكان استشهد في القاعدة الجوية اللي موجودة بلد كان هجوم على القاعدة الجوية من قبل المقاوم هو أحد أحدهم الرائد الطيار مطلق الله يرحم اسمه ابنه فاستشهد ترك ثلاث أطفال فكان عبد مطلق ما يريد يشارك لهذا السبب حتى يعني ابنك مقاوم مستشهد وانت تجد تشارك بالعمل السياسي مو بس يعاب عليه هو كان يكره قتلة ابنه فحتى رادوا يجون يقرون فاتح الأمريكان ما قبل قال لحد يجي فصارت عليه ضغوط كثيرة الحزب الإسلامي يضغط من جهة الشيخ غازل ياور يضغط من جهة الآخرين يضغطون من جهة بعدين تدخل مسعود البرزاني السيد مسعود البرزاني فأقنعه استطاع أن يقنع قال له أنت ترى يعني وضعك غير آمن إذا لم تشترك بالعملية السياسية أنت شنت قائد بالمعروف بالجيش وقاتلت الإيرانيين وفترة طويلة فأني أنصحك أن تحمي نفسك بالمشاركة بالعملية السياسية أقنع بالعدول عن رأيه فأنتع كلام قال له ميخال فاشترك فعلا عاد اشترك وصار نائب رئيس وزراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر